يعني رئيس جمعية الهلال الحمر وهذه الجمعية هو رئيسها لمدة 14 سنة يعني اليوم أطول فترة في تاريخ الحكومات العراقية أن يأتي رئيس لـ 14 عام طبعاً هذه شوفها فساد وشوفها ملفات كثيرة لذلك نحن طالبنا رئيس الحكومة بسحبية ثم بعد ذلك نعالج الملفات الفساد المالي والإداري وهو عازم على أن يجري انتخابات أخرى لمدة 4 سنوات يعني يصبح أكثر من 18 سنة وهذا طبعاً مخالف ونحن لدينا ملاحظات بخصوص تزوير الانتخابات السابقة لدورتين وهذه طبعاً حالتها القضاء العراقي بالتأكيد سنقف ضد أي ملف يشوفها فساد في هذه الدورة وفي هذه فترة الحكومة احنا أرسلنا كتاب للحكومة أرسلت كتاب للدعاء العام للنزاهة جدية بعد أكثر من هاي وين يعني برأيك اشتركوا في القناة